يا صباح الفل وصباح السعادة وصباح الحاجات الحلوة على أجمل وأحلى متابعين عندي في القناة طبعاً أنا قلت لكم في فيديو مبارح الفيديو بتاع التوابل انتظروني في الفيديو بتاع الخبيز العيش الشمسي طبعاً النهاردة هخبز معاكم الخبيز العيش الشمسي بكل تفاصيله وكل تكاته وهعملهولك بطريقة سهلة جداً هخلي كل ست بيات لو ما بتعرفش يعني إيه عيش الشمسي أو العيش البلدي ده اللي عيش البلدي على أصوله بتاع السعادة هيعجبكم وهيعجبكم أجمل وأحلى عيش بلدي طبعاً أنا هخبز النهاردة خبيز العيد يا جماعة كل سنة وانتم طيبين وبقال في خير وصحة وسلامة يا رب اللي أنا فرقت في الحلة دي وبفرق فيها دي دي الخميري الخميرة الأم اللي إحنا بنحطها في كيس وبنحطوها جوا التلاجة في باب التلاجة منته طبعاً أنا في المجور عملت العصيدة أنا اختصرت في الفيديو يا جماعة عشان ما بقاش ضويل عليكم العصيدة دي عبارة عن حفنتين دقيق وعليهم شوية ملح وبنكب عليهم مية مغلية وبندوبهم بعد كده بننزل بحلة مية كبيرة وكمان بننزل بالخميرة اللي إحنا مخمرينها من بالليل طبعاً أنا يبقى بجموارياكم وردكم قبل كده فيديوهات الخبيز كتير وبنزلكم فيديو كامل متكامل عن الخبيز بس النهاردة بصراحة أنا هاختصر معاكم كتير عشان خاطر الفيديو ما بقاش طويل حطيت الخميرة عملت العصيدة وحطيت الخميرة وبعد كده حطيت مي وبعد كده نزلت بكمية الدقيق اللي أنا هاخبزين هتخبز كتير يقوموا فيله اللي أنا بعجن فيهم دولي الشكارة 20 كيلو بصراحة ما كترتش أنا دايماً بخبز الشكارة اللي هي 30 كيلو بنزلها مرة واحدة في المجور بس بصراحة النهاردة حبيت كده أجلل شوية عشان ما تعبش الجوي يعني عملت شكارة 20 كيلو هي دي اللي أنا بخبز به اللي أنا بعجن فيه تمام كده المجور ده كبير يا جماعة عشان أنتوا ما تقولوش إن دي كمية قليلي بش همت اللي شكارة 20 كيلو زي ما قلت لكم أنا دايماً بخبز الشكارة 30 بعجنها كلها مرة واحدة وبحطها في الديب فريزر بأمانة تاني بيقعد العيش طري زي ما هو أنا هوريكي مقاطع صغيرة من الفيديو يعني من العجين مرة أنا وبعجن فوّل فم لإني العجين دي دي مراحل يا جماعي بتعجني فيه مرة واثنين وثلاثة لغاية ما توصل لقوام أنا في الوقت دي كنت في نص العجين بالضبط عشان تبقوا عارفين الوقت ده أنا كنت في نص العجين لسه العجين معاي ما تملكش كويس كل شوية ملك فيه والدوس فيه وتحط شوية مي على أساس يعمل معاك عرق لما العجين يعمل معاك عرق ويبقى فيه مطة حلوة كده العجين يبقى زي الملبن في إيدك ويطلع الرغيف كده طري وحل وقلبه أبيض زي العسل بأمانة جربوا تعملوا العيش البلدي أجمل من العيش المصر بتاع الطبونة بأمانة أكلوا حلو جدا في الطبيق بالذات بيبقى حلو لأن فيه ناس كثيرة عايشة على العيش المصر بتاع الطبونة بصراحة مش عيش دي العيش ده تكلبي الفول والطعمي بس ما تكليش بيه الطبيق ما تكليش بيه الأكلات الحلوة بتاعتنا بتاعت الصعيدة إلا على أصولها طبعا لازم تعمل الحركات دي وتخطف العجين على أساس يعمل معاك عرق شديد هنا أنا كنت خلاص خلصت العجين يا جماعة وبقطع معاكم رغيف عشان تشوفي هل السمكو كده كويس معاكي ولا لسه عاوز مية تاني طبعا أنت تحسي ملمس العجين في إيدك هو على كده مصبوط وبيقي كريمي معايا وبيقي عامل زي الملبن وحاجة كده عسل طبعا كل ما تعجني أكتر كل ما تملكي أكتر في العجين هتاخدي أجمل رغيف عش شمسي طبعا لأ تتلقي العجين بتاعك لك وما تضبطه شي بأمانة تاني العجين مش هيطلع مصبوط معاكي ومش هيطلع حلو معاكي خلاص كده أنا سويت العجين بتاعي تعالوا ناخده ونطلع على السطح به عشان نبتدي نقطع العش بتاعني ونشوفها نعمل إيه حين بقى كنت طلعت فوق السطح لأن أنا بخبص في الفرن البلدي زي ما أنتوا عارفين متابعين أمو فيله أنا بخبص في الفرن البلدي عشان كده أنا بطلع فوق السطح كانت الساعة ستة الصبح دلوقت هوريكي تجو دلوقتي أنا سحيت بدري يا جماعة عشان خاطر ألحق طبعا أن أنا أقطع بدري وعجم بدري وكمان أخلص بدري ما يبقاش الوقت طويل علي هنا طبعا كنت خلاص بقطع بالشكل دي طبعا حطع معاكم رغيف واثنين وثلاثة وبعد كده يا جماعة خلاص هكمل قطيع العش مع نفسي عشان بس الوقت ما يبقاش طويل عليكم والفيديو ما يبقاش مملي معاك اللي كنتوا بتحبوا الخبيز العش الشمسي كاملوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا جمال وحلوة العش هنا بقى قطعت العش ودبيته يعني إيه دباتية ومفيله هوريك الدب يعني قد الرغيف بتتكي إيدك من الدقيق بحاجة بسيطة وبتساوي الرغيف فيه ناس بتحبه عالي فيه ناس بتدبه واطي خالص فيه ناس بتحسيبه وسط احنا بندبه وبنسيبه بالشكل دي بالشكل دي بيشبع خمور معاك بيطلع الرغيف مليان بتتلاقي جوال إبي يطلع معاك الرغيف عشرة على عشرة حاجة كده عسل أما ليه يا مفيله من المعاك دي يا أم مفيله ده أمي ومرات أخوي جوني وخبزنا مع بعضين خبيز العيد خبيز العيس الشمسي أنا بوريكي هنا الجو إن الجو لسه الصبح بدري أنا كنت صاحية الساعة ستة بالزب ستة ونص كنت على الصفح بأمانة تاني وقطعنا العيش كنسة الأرض ومنضفها ومنضفها الصفح طبعا زي ما انتوا شايفين عشان هنقطع علي العيش الشمسي طبعا والطيور بتحتي أنا حبساها وقفلة عليه ما طلعتش غير البط في الجزء دي عشان ما بوشش معايا العيش هنا بقى كنت ولعت الفرن بأمانة تاني وأنا كنت حابة إن أنا أوريكي بولع الفرن إزاي وبحمي الفرن إزاي لإني في أختي منيكم طلبت مني وجالت لي يقوموا فيله اعمليلي فيديو إزاي بتولع الفرن البلدي بأمانة تاني كنت مصورة المقطع وتمسح مني وتحزف معلش ما تزعلش مني أنا هخبز تاني وهعمل تاني وهبقى أصورلك وهبقى أوريكي الفرن بتحميها إزاي هنا بقى بفوض الفرن إحنا عندنا بنقول وبنفوض الفرن ممكن دي خلقي بتلفيها على عصاي وبالليها مي وبتمسح بها الفرن وكمان بتهدي الفرن وبتبرديه على أساس أنت تزبط الفرن بتاعتك ما تلدعش العيش من تحت يعني إيه ما تلدعش العيش من تحت ما تحرقهوش من تحت ولا من فوق يطلع معاك الرغيف مصبوط ويطلع معاك زي العسل هنا بقى هبتدي كده إن أنا هحط العيش وارسه طبعا أمي بتلافيني أنت لازم حدي لفيكي جدام الفرن بصراحة أنا بخبز لوحدي دايما فأنا لما باجي أتلافي أولاد الصغيرين بيلفوني المجرس في إيدي وأنا بنزل علي الرغيف على المطرحة بس عشان أمي جاعدي فبجي تتلافيني بالشكل دي وأنا ابتديت إن أنا أرس في الفرن طبعا الرس أنا متعودة على الرس بالشكل دي فبرص بسرعة لو أنت بش متعودة أنت ترص بسرعة يعني كده حاولي على قد ما تقدر بالراحة وترصي واحدة وحدي عشان ما تلخبطيش الرغيف ويطلع معاك مرسوم زي العسل كملوا الفيديو للآخر وتشوفوا جمال وحلاوة العيش الشمس بتاع أمو فيله طبعا أمي ومرات أخوي أنا قلتولهم تعالوا نخبز خبيزي العيد مع بعضينا علشان هم بيخبزوا في الفرن الأنبوبة اللي هي الفرن الحديد بصراحة قلتولهم تعالوا نخبز في الفرن البلدي ونخبز كده مع بعضينا العيش الحلوة بتاع العيد نقضينا اليوم مع بعض كان يوم زي العسل أنا وريتكم العيش بعد مرسيته وقادي العيش في نص السوى شايفين جمال وحلاوة العيش الشمسي بأمانة مستوى والقلب عامل زي السفنجة بالزب والعيش كده حاجة فاخر من الآخر حاجة كده عسل ويلا نطلع العيش الشمسي جميل شايفين طالع زي الريشي لما تقلب الرغيف شمال ويمين وتتلاقيه طالع خفيف معاك تعرف ان هو استوى بالشكل دي وكمان تخبطه عليه حتتلاقي الرغيف كده بيرن معاك وبيعمل صوت بالشكل ده تعرفي ان العيش بتاعك طالع مستوي وزي الفل بأمانة العيش النهاردة طالع كده حاجة عسل رصينا أربع رصات وكل رصة يا جماعي يعني 28 و30 كل رصة حسب مكانة تشيل الفرن معاي كنت بشيله بصراحة انا اللي رصيت النهاردة وامي وامي وامرات اخوي قاعدوا يحموا الفرن يعني مرات اخوي بتحميل الفرن وانا اللي بروس ليه مسكت الرص يوم فيله لان انا بصراحة الفرن بتحتي وانا فهم فيه وانا فهمها عشان كده انا اللي بروس فيه شايفين جمال وحلاوة العيش الشمسي حاجة كده عسل بأمانة أجمل حاجة تعمليها ببيتك الخبيز الجميل اللي انتوا شايفينه دي عملته لكم بكل بساطة وكل سهولي خبيز وعشق ومفيلو يارب يجعل ايامكم كلها اعياد وفرح وسعادي والكانت فعلا فيديوهاتي بتهمكم وفعلا بتعجبكم تنسي ناش كده في التعليقات الجميلة اللي بتبسطني وبتسعيدني وكمان تنسوش اللايك والشير واتفعلو لي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا أجمل وأحلى متابعين عندي في القناة اشتركوا في القناة